بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله طيبين طاهرين نرحب بكم اليوم محاضرة جديدة من محاضرات التقريب وهي المحاضرة البسطية المحاضرة الثانية وإن شاء الله سنكمل التقريب في المحاضرة الثالثة وبذلك ينتهي الجزء الأول من الملزمة حتى تتهيئون إن شاء الله لاستقبال الجزء الثاني إذن مباشرة دفتركم قدامكم وكتبوا لي مثال إذا كان F of X تساوي X تكعيب زائد ثلاثة X تربيع زائد أربعة X زائد خمسة جد بصورة تقريبية F للواحد وواحد بالألف شنو معنى هذا السؤال وشنو ربط الفكرة الجديدة اللي رح ناقضها اليوم وهي الأفكار اللي أخذناها بالمحاضرة السابقة إذا تتذكر بالمحاضرة السابقة من أخذنا أول مثال أقول لك جد جذر 26 الخطوة الأولى شنو كان عندنا الخطوة الأولى رح أقول F of X تساوي جذر X والخطوة الثانية كان بيها A وB وH وF of A والخطوة الثارثة أشتق الدالة بالنسبة إلى X وبعدين أعوض مكان X A والخطوة الرابعة رح أجي أقول F للاي زائد H اللي هو رح يصير عندي F لـ 26 يساوي تقريبا رح يكون عندي F of A زائد H F للاي خطوات الحل بالتقريب اللي أخذناها الدرس الماضي أربع خطوات الخطوة الأولى تسمية الدالة الخطوة الثانية A B H F of A الخطوة الثارثة اشتقاق الدالة بالنسبة إلى X وتحويلها بالنسبة إلى A الخطوة الرابعة كتابة القانون العام اللي هو F للاي زائد H يساوي تقريبا F of A زائد H F فتحة للاي اليوم جايب لك إياي هدية أنا رح أطيك الخطوة الأولى هدية يعني الدالة أنا رح أسميها إليك الدالة أنا رح أسميها إليك وأقول لك جد F للكذا هذا الداخل القوسي أن يمثل ال B رح أشوف يا عدد قريب عليه أقدر أتعامل وياه بسهولة أقدر أكعب بسهولة أقدر أربع بسهولة أضرب في أربع بسهولة إذن أكيد رح يكون الواحد إذن هنا الخطوة الأولى رح تكون مساعدة إليك في حل هذا السؤال إذن هنا خطوات الحل العامة لما تفقين عليها سابقاً هنذني الأربعة السؤال الأول الآن رح أحله ورح يترك واجب عليك حسب الحل هذا رح أشوفه قدامك والسؤال الثاني أنت رح تحله وحدك إذن السؤال رح يجيك بالامتحان الوزاري يقول لك إذا كان F of X تساوي كذا جد بصورة تقريبية أول ما تستلم السؤال تعيد كتابة الدالة أول ما تستلم السؤال تعيد كتابة الدالة إذن هنا رح تقول F of X تساوي أعيد كتابتها كما هي يعني رح أسوي لكوبي بيست إذن معناها X تكعيب زائد ثلاثة X تربيع زائد أربعة X زائد خمسة يا عدد قريب من الواحد وواحد بالمئة أقدر أكعبه بسهولة أربعه بسهولة أضربه في أربعه بسهولة ثلاثة في المربعه بسهولة أكيد رح تقولي الأي تساوي واحد البي هو منوة أبو المشكلة إذن واحد واحد بالألف الـ H هو الفرق بينهما رح يصير عندي منوة رح يصير واحد بالألف والأفوف أي رح يصير عندي الأفوف أي رح أعوض مكان كل X أي يعني رح يصير عندي واحد زائد ثلاثة زائد أربعة زائد خمسة إذن الجواب أكيد رح يساوي 13 ومن ثم اشتقاق الدالة بالنسبة إلى X اشتقاق الدالة بالنسبة إلى X رح أعوض مكان كل X بما يساويها إذن رح يصير عندي أو بالبداية رح أشتق يعني رح يصير ثلاثة X تربيع زائد شنو زائد ستة X زائد أربعة اشتقيت الدالة بالنسبة إلى X وبعدين رح أعوض بمكان X بما يساويها يعني عينا نفس الخطوات لاتفقنا عليها الدرس الماضي إذن من نعوض بمكان X بما يساويها رح يصير عندي ثلاثة زائد ستة زائد أربعة بالصدفة أيضا رح يساوي 13 ومن ثم كتابة القانون النهائي والتعويض بهذا القانون إذن رح يصير عندي F لل A زائد ال H من هو ال A ال A هو واحد وال H هو واحد بالألف إذن رح يصير واحد واحد بالألف هذا يساوي تقريبا ال F وف أي منه طلع عندي طلع عندي 13 زائد ال H هو واحد بالألف في 13 يعني رح يصير عندي 13 بالألف إذن يساوي تقريبا 13 و13 بالألف إذن هذا السؤال ما أريدك تكتبه هسا بنفس الأسلوب بعد المحاضرة مباشرة تترك لفراغ وأريدك تحله وأكيد الحل ماته سهل جدا جدا وبنفس الكيفية تماما أريدك هسا تكتب لي هذا السؤال ونحاول نحل السؤال سواء إذا كان نعم حارف سواء قبل نعم نعم حارف سواء بيس السؤال قبل هذا السؤال موجود سواء أفوف أريدك هنطلعت مول فتحة الأولى هنا عوضت مكان كل أكس واحد واحد تكعي بشقيد واحد أي سواء أنا بيع واحد في ثلاثة ثلاثة أربعة في واحد أربعة زائد خمسة إذن صار عندي واحد ثلاثة زائد أربعة زائد خمسة وطلع عندي ثلاثة فهو أصلا يعني هو أصلا نحن يعني هو ليس عوضنا واحد يا عدد قريب من الواحد واحد بالألف كلش قريب عليه تقدر تكعب بسهولة لا الواحد ما عندي غيره يعني هنا يجوز بالامتحان أقول لك عشرة واحد بالألف ستقول لي عشرة سأقول لك تسعة وتسعة وتسعين بالمئة هم ستقول لي عشرة سأقول لك صفر وسبعة وتسعين بالمئة راح تقول لي واحد إذن اللي تقدر تتعامل بسهولة راح أقول لك واحد مثلا وستة وتسعين بالمئة تقول كلش قريب على اليمن قريب على الثني فشوف لي أقرب عدد صحيح علي تقدر تتعامل وياه وتعوض وياه بسهولة هو هذا يمثل قيمة أي بعد أكو غير سؤال إذن إذا ما كو سؤال إذن مباشرة أريد السؤال اللي موجود أمامك إذا كان أفو أكس تساوي الجذر الخامس للواحد وثلاثين أكس زائد واحد جد باستخدام مبرهنة القيمة المتوسطة القيمة التقريبية للأف واحد واحد بالمئة حسين معتاز شا تقول الخطوة الأولى نعم أستاذ هسا واش نكتب الأفوف أكس إذن الأفوف أكس تساوي شنو الباقين تتكتب نويا نعم أفوف أكس تساوي شنو الجذر الخامس للواحد وثلاثين أكس لعد واحد إذن الجذر الخامس للواحد وثلاثين أكس زائد واحد يتبسط هذا لو ما يتبسط أستاذين حول نسبي يعني واحد وثلاثين أكس زائد واحد مرفوع للقوة واحد على خمسة إذن هذا الكل أس واحد على خمسة جيد جدا إذن الخطوة الأولى تسمية الدالة هو مسمي للدالة أنا فقط بسطتها نعم ضرغام الخطوة الثانية نعم أستاذ نعم سأل A والB والS وب ناقص من هو الأي يا عدد قريب من الواحد واحد بالمية من الضربة في واحد وثلاثين وضيف لواحد يطلع من الجذر الخابس واحد أكيد هو الواحد نعم والB من هو والB واحد بوينت صفر واحد إذن واحد وواحد بالمية بعد شو رح أقول ال-H يساوي B ناقص A ال-H يساوي B ناقص A ويساوي 0.01 خوش حاجي زيان وبعدين وبعدين سأل F F نعم إذن F تساوي شنو نعوض X 1 32 جذر 5 2 إذن الجذر 5 32 من جدت هذه ال-32 ضربت 31 في 1 هو 31 زائد 1 صارت 32 إشقد الجذر الخامس لل-32 إذن هو 2 إذن هذه الخطوة الثانية انتهت نعم حارث شو تقول الخطوة الثالثة أستاذ F X تساوي نشتقها أشتقها يعني المشتقة لازم أطيها عنوان يعني رح أقول F فتح لل-X زيان المن رح تشتق الصيغة الجذرية لو الصيغة الأسية نعم صيغة الأسية واحد على خمسية نعم شن المشتقة ما لاتش رح أصير واحد على خمسة نزلت واحد على خمسة نزلت نعم واحد 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 ثلاثين اكس زائد واحد نعم والسالب أربعة على خمسة جيد جدا إذن سالب أربعة على خمسة بعد ثلاثة الفتحة لنزلها جو شوف واحد على خمسة عشرة بالمية من طلاب العراق وأنت واحد منهم يا حارث تنسون مشتقة داخل القوس في واحد وثلاثين في واحد وثلاثين إذن هنا دائما من أطبق القاعدة الخامسة قاعدة السابعة مشتقة داخل القوس أبد ما أنساها القوة تنزل بالقوس نفسه أطرح من الأس واحد في مشتقة داخل القوس إذن هنا إش رح يصير عندي أس السالبة رح تنزل للمقام الواحد وثلاثين هو بالبسط والخمسة هي بالمقام يعني هذا إش رح يصير عندي الجذر منه تحت الجذر واحد وثلاثين إكس زائد واحد الجذر الخامس إذن هنا رح يصير عندي الجذر الخامس المن للواحد وثلاثين إكس زائد واحد أوس أربحة أوس أربحة زين جيد جدا أحمد قاسم اشتقينا هسا بدلالة إكس لازم شو سوي وراها إذن معناها يعني رح يصير F' لل A زين من هو هذا رح يصير يسهر أستاذ 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 من نشوف X أستاذ بالمقام يعني معناها رح يصير A اللي هو الواحد يعني رح يصير واحد وثلاثين على خمسة الجذر الخامس المن 31 يوم 32 وثلاثين 32 وثلاثين إذن هذا رح يقول علي 32 وثلاثين وثلاثين هذا 32 وثلاثين صعبة شو سوHY أستاذ جذر الخامس 32 وثلاثين ورهم zone 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 Let's o6 16 6 y 85 إذن هذا رح يصير عندي جواب 31 على 80 الباقين بابا سدوا المايكات معلتكم ولدي سدوا المايكات معلتكم زيان هس هنا منصار 31 على 80 رح اجي اقسم قسمة طويلة اذا هذا شرح يصير عندي رح يصير 078 تقريبا تقريبا 07 او عفوا هنا تقريبا رح يصير عندي 04 تقريبا 04 من اريد اقسم هو ما رح يطلع لي 04 رح يطلع لي 038 ممكن ابقي 38 وممكن اقرب الى 4 بالعشرة كلاهما صحيح رح تقول لي انت مو قتن بان من اريد اقسم لازم اول 3 مراتب على يمين الفارزة اي انا اش قلت تحديدا قلت اريد الاتش افتحة للاي ذول اثنيناتهم اقل شي ثلاث مراتب على يمين الفارزة هاي اذا كان ناتج القسمة مفتوح فما طول الاتش انا عندي بي مرتبتين وممكن الافتحة للاي اخليها مرتبة واحدة او مرتبتين ماكو مشكلة الاتش ما طول مرتبتين هذا اذا اكتبت اربعة بالعشرة صحيح لان ذول من اجي اضربهم واحد باللغ رح يصيرون ثلاث مراتب كلش كافي واذا سويت 38% رح يصيرون اربع مراتب هم بعد احسن انا احاسبك على ثلاث مراتب وما فوق هسه هنا اشتقيت بدلالة اكس حولت بدلالة اي هسه اريد اكتب القانون النهائي علي طلعت شنو القانون النهائي ف اي زائد ان اج نعم تساوي تقريبا ف للاي زائد ان اج اذا انا رح يصير ف للاي زائد اج ف ابراهيم لأي هسه اريدك تعوض يؤدي الى ف المن رح يصير الاف للاي لي فوق بالازرق الاي هو واحد والاتش هو واحد بالمية اه الاف لالبي وبعدين اف لالبي يعني معناه رح يصير واحد وواحد بالمية نفس البي لازم يطلع هو البي زيان يساوي تقريبا من هو الاف اوف اي ساوي تقريبا الاف اوف اي هو اثنين زيان زائد اج في افة حلل اي ف واحد بالمية في ثمانية وثلاثين بالمية فهذا ش رح يصير عندي او بوينت او 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 اربعة ماكو مشكلة هسه من اريد اجمعهم جميع تيادي اذا رح اقول يساوي تقريبا اثنين بوينت هنا صفر صفر ثلاثة اثمانية اذا انتهى حل هذا السؤال واريد اقول لكم فاتسر بس لا تقولون لحد هذا السؤال اللي موجود امامكم الان مستحيل ييجي بالوزاري للعام الدراسي الفين وعشرين الفين وعشرين مستحيل ييجي نصن والسبب لان هذا السؤال من ضمن اسئلة التمارين العامة واسئلة التمارين العامة كلها انشملت بالتكييف يعني اللغة من الطبعة هسا رح تقول لي اذا ما يجي لعد يش مدوق نصال لك ساعة ودد احشين هذا السؤال هسا اقول لك نصا ما يجيك بالوزاري ولكن اخاف يجيك يقول لك اريد صفر 0.99 فسا هذا مو نفسه ما الكتاب اذا ممكن يجي بالوزاري الفرق اش رح يصير عندي فقط ال H رح يطلع عندي سالب واحد بالمية وهذا رح يصير عندي ناقص والجواب هذا رح يتبدل يعني واضع الاسئلة الوزارية اذا جاب لسؤال نصا من التمارين العام ما يحاسبوه يقول له ممنوع هذا السؤال احنا تركناه على ياساس الجيبة لكن هنا شي يريد يسوي يقول انا عاجبني هذا السؤال واريد اجيبه شي يسوي يغير بهذا التقريب او شي يسوي يقول اريد الجذر الرابع مثلا للقم السطعش اكس زائد واحد وايضا هنا افل الواحد وواحد بالمية هم رح اخذ ال اي تساوي واحد على مودي يصير الجذر الرابع للسطعش ويساوي اثنين اذا هذا ما موجود بالكتاب والفكرة هي منهجية ممكن يجي بالامتحان الوزاري الهالسبب كل اسئلة التمارين العامة على الرغم من انها تركت ضمن التكييف ولكن كلها رح ندرسها لان احنا بدن ناقض سؤال احنا دن ناقش فكرة انت هنا من تضبط الفكرة بعد شلون يغير لك بالفكرة فكل مشكلة ما عندك نعم احمد شنو سؤالك هو مو قد لك هو للاحتياط احنا ما نعرف واضع الاسئلة الوزارية شنو مزاجة اي فهنا ممكن يجيب لك سؤال نصا من الموجودات وممكن يجيب لك سؤال محور والسؤال نصا هنا كل الوزارة التعليم كلش ضايجة هسه وزارة التعليم في ازمة حقيقية لو تلزم واضع الاسئلة الوزارية ما اعرفش سوي به هسه ليش لان 8000 طالب يمطلع معدل 100 وفوق وكليات الطب تستوعب يمكن 4000 طالب يعني دولة 4000 الباقين ما اعرف رح يودوهم يبيعون جقاير فهنا مشكلة يعني الاسئلة من تجي كلها نصا فراح اصير مشكلة حقيقية لوزارة التعليم لذلك من اتوقع هذه الخطأ اللي صار هالسنة من اتوقع رح يتكرر بالسنة ما لاتكم لازم تكون اسئلة مو نصا يعني مو خارجية احنا ابد ما نشجع على الاسئلة الخارجية لكن الاسئلة نصا كل الطلاب يجاوبون عليها بطريقة او باخرى وتتفهموني يمكن من اقول لك بطريقة او باخرى ولكن هنا من يريد يغير من يريد يغير نفس هذا السؤال قلت لك اذا مكان ما يقول لي 31 اكزا اد واحد الجذر الخامس يقول لك على سبيل المثال الجذر السادس لال63 اكزا اد واحد هذا اللي حافظ الرياضيات ما يعرف يجاوبه لكن الفاهم الرياضيات يقول نفس الفكرة مكان ما يطلع لي الجذر الخامس لل32 اقول عليه اثنيا يطلع لي الجذر السادس لل64 هم اقول عليه اثنيا وهكلا نعم حيدر ميتم اذا اكو اختلاف قليلا بالارقام مثلا الاف فتحالي اي بلعت صفر بوينت 39 وليس من قلب التعاديل اي ممكن ممكن يعني انت اذا سويت 39 صح اذا سويت 38 صح اذا سويت 4 بال10 هم صح يعني شوف دائما احنا بالتصحيح من عندي 3 مراتب هذه المرتبة الثالثة الساهل وياها بمقدار واحد يعني اللي يكاتب 3 اعتبر صحيح واللي يكاتب 4 هم اعتبر صحيح لان هو احنا موضوع عن اسمه هو موضوع عن اسمه تقريب لكن ما تكتب لي مثلا 2.00 مثلا 7 لا هذا كلش بعد فهنا حسب انت القسم ما تكتب لون تريد تقرب المهم فالتقريب معقول نعم حارس نعم 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 استاذ لا شو واحد لأي نفس السبب يا عدد اضرب في 31 اضيف لواحد يطلع لناتج يطلع من الجذر الخامس وقريب من الواحد واحد بالمية بس الواحد يعني شو تريد تاخذ غير الواحد عندك رأي هس هذا السؤال الثاني اكو ملاحظة رح نكتبها استسوى الملاحظة بان كل الاسألة اللي اخذناها بالدرس الماضي والاسألة اللي اخذناها اليوم دع قلك جد القيمة التقريبية شوف هنا جد القيمة التقريبية كل ذن الاسألة دخذناها ذاك الدرس وهالدرس اقول لك جد القيمة التقريبية فمن اقول لك جد القيمة التقريبية خطوات الحل اربعة مثل ما سأل اكلا هس رح نتفق على مصطلح يسمى مقدار التغير التقريبي مقدار التغير التقريبي شنو مقدار التغير التقريبي هو فقط اش اف فتح للاي اذا اقول لك جد مقدار التغير التقريبي هذا معنى اش اف فتح للاي فاكتب لي ملاحظة اش اف فتح للاي اش اف فتح للاي يمثل القيمة التقريبية للزيادة او النقصان او المصطلح الرسمي مقدار التغير التقريبي مقدار التغير التقريبي اذا تغير بعد معين قد يكون اكس حرف طول ظلع عروض ارتفاع اذا تغير بعد معين من قيمة الى اخرى فاذا بالامتحان قلت لك جد معدل التغير التقريبي اكو فرق بين القيمة التقريبية ومعدل التغير التقريبي القيمة التقريبية يعني سوي لي حل كامل بالتفصيل اربع خطوات اذا اريد منك معدل التغير التقريبي الشنو اللي راح ينحذف يعني هسه الخطوة الاولى هي نفسه الخطوة الاولى هي نفسه تسمية الدالة هي نفسه الخطوة الثانية الاي نفسه والبي نفسه والح نفسه ولكن الاف اي ما كو داعي تكتبها هذا الاف اي ما كو داعي تكتبها ليش لان ما داخل بالقانون تشتق الدالة بالنسبة الى اكس وتعوض بالنسبة الى اي وبعدين تكتب لي فقط هذا القانون وتعوض به اذا هذا من اقول لك جد مقدار التغير التقريبي خلي نشوف مثال هذا على مود الفكرة تتعزز عندنا اكتب لي تكون اف اكس تساوي الجذر التكعيبي لل اكس تربيع فاذا تغيرت اكس من ثمانية الى ثمانية وستة بالمية فما مقدار التغير التقريبي للدالة شوف هنا اش ردت منك ما قلت لك فما القيمة التقريبية اذا لازم انتبع السؤال زين فما مقدار التغير التقريبي للدالة محمد حسن عصام نعم دالة شنو اسمها استاذ هي نفس افوف اكس اذا اعيد كتابتها افوف اكس تساوي الجذر التكعيبي لل اكس تربيع اقدر ابسطها اي اي انا سويا صور اكس اثنيان على ثلاثة اثنيان على ثلاثة زين منتظر نزار نعم استاذ يقول لي اذا تغيرت اكس من الى ناطين قيمتين واحدة منهم اي وواحدة منهم بي شتقول ياه منهم اي وياه منهم بي المن هي اي والبي هي الى يعني يعني دائما هو هذا لو انا اضطيك فالشي اسهل اقول لك دائما القيمة السهلة هي اي والقيمة الصعبة هي بي يعني لو قاعد لك مثلا من 7.9 الى 8 نفس الاي هي 8 وال7 اذا هساب هذا السؤال من هو الاي الاي هي 8 والب هي 8 والبي هو 8 6 بالمئة بعد اش مطلوبين الاتش بي نقص اي ويص 6 بالمئة اذا معناها بي الاتش هو بي ناقص اي اللي هو 6 بالمئة الهدية بان الافوف اي ما كو داعي يحسب ها لان مداخلة بالقانون هذا اللي جد القيمة التقريبية كانت الخطوة الثانية بيها اربع اجزاء اي بي اتش افوف اي ما طول داي يقول لي مقدار التغير التقريبي الخطوة الثانية بيها ثلاث اشتق اشتق الدالة بالنسبة الى اكس اشتق الدالة بالنسبة الى اكس 100 على ثلاثة جيد اكس صالب 1 على ثلاثة اكس والسالب 1 على ثلاثة زين ظهرت عندي اس السالبة شون اتعامل وياها طول حني يساوي 200 على ثلاثة الجذر التقريبي لل اكس لل اكس زين اشتق الدالة بالنسبة الى وبعد اكس اذا اذا اقول افتح لل اي يساوي ش سين seis اثنين على ثلاثة للجذر التقعيف العثمانية اثنين جذا الجذر التقعيبي للثمانية الجذر التقعيم للثمانية الثنين في ثلاثة ستة اذا معناها سيصير عندي اثنين على ستة وهو و ag تريد يسويها ثلاثة بالعشرة صح تريد يسويها ثلاثة وثلاثين بالمئة صح تريد يسويها ثلاثمية وثلاثة وثلاثين بالألف صح ولكن هذا السؤال بحالة خاصة أريد أسمع محمد مهدي شن الخطوة الرابعة نعم محمد مهدي استاذ اسمعني ايه استاذ نشوف اتش في افتحة للاي ها اذا مباشرة انا مندي يريد مني مقدار التغير التقريبي راح اقول له اتش افتحة للاي تسوي تقريبا من هو الاتش استاذ الاتش اللي هو صفر بوينت صفر ستة اذا هذا هو ستة بالمئة زيان والافتحة للاي شوف اهنا الثلاثة من مصلحتي انا بقيها ثلاث ثلاث من مصلحتي وبقيها ثلاث ليش لان اكو اختصار فمن اختصار ثلاثة ويهة ستة اذا معناه هذا ش راح يساوي راح يساوي اثنيا بالمئة زيان راح يجيني طالب يقول لي ما انا مجدتي على بالي اختصار انا هذه الثلاثة مثلا كتبتها ثلاثة بالعشرة والثلاثة بالعشرة من اضربتها في ستة بالمئة طلعت عندي هنا ثمنتعش بالالف اقول له صح وتاخد درجة كاملة طالب اخر يقول له انا سويت ثلاثة وثلاثين بالمئة وضربتها في ستة بالمئة طلعت لي اربع مراتب صح وهم تاخد درجة كاملة فاحنا موضوعنا التقريب اذا كل الطرق تؤدي الى المئة المهم انت ماشي بالطريق الصحيح شكرا لكم جميعا شنو عدكم مداخلة على هذا الحشي لحد الان نعم حاضر اذا لم يكن لدينا سؤال هذا اذا لم يكن لدينا سؤال من وبعد عنده سؤال حس هنا موضوعنا اليوم محاضرتنا اليوم عبارة عن جزئين الجزء الاول سهل والجزء الثاني ان شاء الله سهل ليش الثاني ان شاء الله سهل لانها تتعلق بقوانين الاشكال الهندسية كتبوا لهذه الملاحظة المهمة جدا ملاحظة لاجات القيمة التقريبية لحجوم او مساحات الاشكال الهندسية نقوم بكتابة القانون اولا فاذا علم من القانون طرفه الايمن فان القانون يمثل الخطوة الاولى في الحل اما اكتبوا ايايا حسب مدارد لك لان رح سوية اضافة اما اذا علم من القانون طرفه الايسر وش تضيف وقد يضاف اليها جزء من الطرف الايمن وقد يضاف اليها جزء من الطرف الايمن فنقوم هناش تكتب لي بالتعويض والتبسيط ثم التقريب فنقوم بالتعويض والتبسيط ثم التقريب هذه الملاحظة عليش تستند تستند على اسئلة التقريب اللي بيها قوانين اشكال هندسية طبعا انا هنا من دا اقول حجوم مساحات يعني ممكن محيط ممكن مساحة جانبية ممكن مساحة سطحية اي قانون من القوانين اللي اخذناها بالمعدلات الزمنية ممكن تجيني في موضوع التقريب فسا اريدك تكتب لي هذا السؤال مكعب طول حرفه 9.98% سنتيمتر جد حجمه بصورة تقريبية باستخدام مبرهنة القيمة المتوسطة شنو قانون حجم المكعب شنو قانون حجم المكعب شنو تقول يا حسن عدنان نعم استاذ طول الضلع في نفسه الحجم المكعب طول الضلع تكعيب طول الضلع تكعيب اذا معناها رح اجي اقول الفي يساوي طول الضلع تكعيب هو اكس تكعيب هسا تريد تقول نفرض طول الضلع اكس والحجم في بعد احسن حتى يكون حلي كلش دقيق اذا هنا رح تقول نفرض طول الضلع اكس والحجم في اذا معناها قلنا الفي تساوي اكس تكعيب حسن من هو المعلوم الطرف الايمن لو الطرف الايسر الطرف الايمن الطرف الايمن الملاحظة تقول ورا مكتبت القانون اذا لقيت معلوم الطرف الايمن فان القانون يمثل الخطوة الاولى في الحل خطوات الحل بالتقريب هي اربعة الخطوة الاولى تسمية الدالة اذا مباشرة هذا رح يصير عندي في للأكس تساوي الخطوة الاولى القانون هو يمثل الخطوة الاولى زين وراها اش رح اساوي وراح اقول اي تساوي يا عدد قريب من التسعة وثمانية وتسعين اقدر اكعبه بسهولة وابعاديا رح اقول البي تساوي وبعدين رح اقول اله تساوي اله هنا من هو رح يصير عندي بي ناقص اي اقول اله تساوي بي ناقص اي ويساوي وراها دير بالك ما رح اقول اف للاي رح اقول في للاي يساوي في للاي يساوي ورا ما كملت هذه السالوفة رح اجي اقول في فتحة للأكس تساوي وبعدين رح اقول في فتحة للاي يساوي اخر شي رح اجي اكتب القانون رح اقول في للاي زائد اتش يساوي تقريبا في للاي زائد اتش في فتحة للاي وراح اعوض التحويض مباشر هس رح اطيك مجال دقيقيا فقط رح انهي الجلسة الاولى للزوم اطيك مجال دقيقيا بدون استراحة اذا دقيقيا رح ادزلك الرابط وراح اطلب من طالب منعدكم يمليلي الفراغات التالية اذا املأ الفراغات التالية بما يناسبها السلام عليكم بالجلسة الثانية واغلي نشوف حل السؤال نعم حسن عدنان شنو عندك سؤال لا مو سؤالة كمل يعني تشارك يلا تفضل شارك اذا معناها السولفة الصار هنا عندك الاي رح يطلع عشرة عشرة الاي اكيد رح يكون عشرة نعم الاي بي تسعة بوينت ثمانية وتسعين بالمية رح يكون عشرة البي هو تسعة بوينت ثمانية وتسعين نعم الات سالب سطح بوينت ثمانية وتسعين بالمية اذا رح يصير سالب ثمانية وتسعين بالمية والفي للاي الف اذا رح يصير عشرة تكعيب اللي هو الف نعم حيدر ميثم احسان اتفضل علي الاكبر تفضل الوستاذ نعم منو حيدر ميثم يا الله تفضل حيدر نعم استاذ نصلع البي بي فتحة للأكس اذا نعم ثلاثة اكس تربيع ثلاثة اكس تربيع نعم ورها شنوه استاذ البي فتحة للمشتقة البي اي نعم رح يساوينا آآ ثلاثة الاكس من الثلاثة في عشرة آآ أس تربيع تربيع يعني معناها رح يصير عندي ثلاثمية ثلاثة في مية اللي هو ثلاثمية وبعد في للأي زائد اتش حالي الاكبر التحكم حالي الاكبر مرد نعم 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 يعني معناها بي للتسعة بوينت ثمانية وتسعين يساوي تقريبا نعم تقريبا ألف زائد نعم سالب صفر 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 الثلاثمية الآن هنا موجة في سالب يعني معناها رح يصير سالب موجة في سالب سالب الثلاثمية في ثلاثمية ستة رح يصير ستة فقط إذن معناها ألف ناقص ستة هذا رح يصير عندي تسعمية وأربعة وتسعين هذا سانتيمتر مكعب إذن هذا يمثل حجم المكعب منه عنده مداخلة على هذا الحل حسنا حسنا شتفقنا قبل الاستراحة قلنا إذا علم من القانون طرفه الأيمان فإن القانون يمثل الخطوة الأولى في الحل أما إذا علم من القانون طرفه الأيسر وقد هذا اليقد رح نجيه بعد شوية الوقت إذن طرفه الأيسر فنقوم بالتعويض والتبسيط ثم التقريب من يقول لي هذا الرياضي أو الرياضة اللي سوى هذا الرياضي شو اسمها من خلال هذه الصورة من يقول لي هذا الرياضة شو اسمها قفز يا قفز منهم شنو قانون هذا اللعبة ها حارف شنو قانون اللعبة شنو نصير القفزة استاذيكموز من الخط لازم يعني رجلة متأبر الخط شم قام غيق موز استاذيكموز مرتين على مديوقع حتى راب مرتين لو ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاث مرات إذن هذا هنا الوث بالعريض يعني هنا لو تيجي تباوع السهناء الخطوط اللي موجودة بالملعب إذن هنا أكو هذا خط لشوفه هذا خط وأكو هذا خط وأكو هذا خط إذن هنا دا يجي هو يركض به الاتجاه هذا من دا يوصل لهذا الخط يقفز القفزة الأولى عريضة وبعدين القفزة الثانية عريضة وبعدين القفزة الثالثة وين رح يوقع هذا يسمون رياضة الوث بالعريض بأنه هنا يقفز ثلاث قفزات يعني بالقفزة التارثة يشوفون البعد مات إذن هذه القفزات التلاثة رح نسويه شو تقول الملاحظة تقول إذا علم من القانون طرفه الأيسر نحتاج إلى ثلاث قفزات اللي هي التعويض والتفسيط ثم التقريب شنو قانون مساحة المربع شنو قانون مساحة المربع هو طول الضلع تربيع يعني رح أقول الأي تساوي خلني نقول عليها التربيع هس تريد تسميها أم تربيع في كيفك أكس تربيع في كيفك والأكس شوية بيها مشاكل إذا رح نعرفها إذن المهم طول الضلع تربيع زيان شنو المعلوم إحسان إذا الطرف الأيمن لو الطرف الأيسر يقول لي اكتب لي السؤال كلكم كتبوا لي السؤال مربع مساحته 101 سنتيمتر مربع جد طول ظلعه بصورة تقريبية إحسان ويايا لولا نعم موجود من المعلوم الساة الطرف الأيمن لو الطرف الأيسر الطرف الأيسر الطرف الأيسر الملاحظة شو تقول هسه تقول إذا علم من القانون طرفه الأيسر فنحتاج إلى ثلاث قفزات مثل هذا اللاعب صاحبنا نحتاج إلى التعويض ومن ثم التبسيط ومن ثم التقريب يعني ما أقصد بها أول شي سأعوض مكان الأي 101 سأصير 101 يساوي التربع هذا هو التعويض ومن ثم التبسيط أنا أريد يعني سأقول بجذر الطرفين يعني معناها سأصير الأيل تساوي جذر 101 هذا القفزة الثانية الثالثة الرئيسية ومن ثم التقريب يعني الثالثة سأسميها للدالة إذن سأقول L X تساوي جذر X إذن إن شاء الله واضحة الفكرة بأن الملاحظة الجزء الأول من الملاحظة وجزء الثاني إذا علم من القانون طرفه الأيمان فإن القانون هو رأسا الخطوة الأولى بالحل إذا رهناها بدون تلقف ذات رأسا شاية وإذا علم من القانون طرفه الأيسار أحتاج لتلقف ذات أول مرة تعويض ومن ثم تبسيط يلا يبدي الخطوة الأولى بالحل اللي هو تسمية الدال إذن إحسان اشتغ ترح من أي يا عدد قريب من المية واحد أقدر أجد رأس بسهولة مية سهولة الأي هو مية زيان وبعدي البي مية واحد البي يساوي مية واحد وبعدي البي الاج يساوي نعم بي ناقص أي اللي هو من هو واحد اللي هو واحد وبعدي نطلع ال للاي تساوي شنو واحد تساوي لا جذر جذر واحد واحد جذر المية انتقدت الاي تساوي مية واحد إذن جذر المية وتساوي عشرة إذن هذه الخطوة الثانية انتهينا منها محمد حسن محمد شنو الخطوة الثالثة إذن ال فتح للأكس إذن رح أقول ال فتح للأكس شنو الطريقة السريعة لاشتقاق الجذر التربيعي شنو اشتقد داخل الجذر على اثنين الجذر النفس يعني معناها واحد على اثنين جذر اكس هذا ال فتح للأكس إذن معناها ال فتح للأي شنو شرح عوض واحد على ميتين إذن واحد على ميتين لو واحد على عشرين رح يصير اثني جذر المية جذر المية شكت يعني معناها واحد على عشرين من والواحد على عشرين اقسم واحد على عشرين اللي هو خمسة بالمية قسم اعتيادية او تقول لي اضرب البص والمقام في خمسة فرح يصير خمسة على مية معناها خمسة على مية او اتقسم واحد على عشرين بكيف ما تقبل او بوينت زين وهنا اش رح يصير عندي رح يصير اول صفر بوينت بعد هنا صفر مية على عشرين رح يصير عندي خمسة اذن هنا رح يصير خمسة بالمية اذن الخطوة الاخيرة يا علي عبيد نعم شنو الخطوة الاخيرة شنو القانون شنو القانون ال منو ال 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 يساوي اي زائد ب اي ال ال اي زائد ات يساوي تقريبا شنو تقريبا اف ال 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 اذا هذا رح يصير ال للا ا زائد شنو زائد ال فتحة للا اي اش في ال فتحة للا اي اذا هنا يؤدي ال للا اي زائد ات هذا رح يصير عندي مية واحد يساوي تقريبا ال ال للا حسب نا عشر زائد واحد في خمسة بالمية اذا هذا رح يصير عندي خمسة بالمية اذا يساوي تقريبا عشر وخمسة بالمية اذا الملاحظة واضحة جدا اذا علم من القانون طرفه الايمن فان القانون يمثل الخطوة الاولى في الحل اذا علم من القانون طرفه الايسر فنحتاج الى التعويض هذه القبزة الاولى ثم التبسيط هذه القبزة الثانية ثم التقريب شنو عدكم مشاكل في هذه السؤال نعم علي الاكبر طب الجن هنا نعرف نعم الجن هنا نعرف نفسه اخذنا معادلات الزمنية هنا يعني اياه منهم اياه منهم المعدلات الزمنية لحد الان الموضوع يرتبط مع المعدلات الزمنية فقط بالقوانين لحد هذا السؤال الموضوع يرتبط فقط بالقوانين احنا بالمعدلات الزمنية اخذنا قوانين كل شهوية احتاجينها القوانين وفي موضوع التقريب ايضا كل شهوية احتاج القوانين وبعد شوية رح يجيني سؤال رح يذكرني بسؤال محدد مخروط دائر قائم مخروط دائر قائم حجمه ميتين وعشرة باي سنتيمتر مكعب جد القيمة التقريبية لنصف قطر قاعدته إذا كان ارتفاعه عشرة سنتيمتر المخروط كل شوايه محتاج هنا في موضوع في موضوع المعدلات الزمنية خالد تقدر تذكرني بقانون حجم مخروط حجم المخروط حجم المخروط لو أجي أدرس هذه الحالة نحن الإطار الذي اتفقنا عليه يقول لي إذا علم من القانون طرفه الأيمان فإن القانون يمثل الخطوة الأولى في الحل وإذا علم من القانون طرفه الأيسر استجدت القد ما التحقيق هذه وقد يضاف لها أجزاء من الطرف الأيمان إذن أيضا رياضة الوثب العريض نحتاج إلى التعويض ثم التفسيط ثم التقريب شنو المعلوم هنا به السؤال داي يقول لي حجمه ميتين وعشرة فاي ودا يقول لي ارتفاعه عشرة سنتيمتر ودا يريد من عندي طول نصف قطر قاعدته بصورة تقريبية إذن شنو المعلوم هنا خالد شو تقول الفي معلوم ولا تمعلوم إذن معلوم الطرف الأيسر وشوية من الطرف الأيمان إذن قفزة واحدة له ثلاث قفزات ثلاث ثلاث قفزات إذن تعويض ثم تبصيد ثم تقريب القفزة الأولى شو رح يسوي نقول ميتين وعشرة ميتين وعشرة باي تساوي تساوي باي على ثلاثة الباي على ثلاثة هذي نزلت بزيان الار تربيع نزلت ومكان الاتش عشرة الاتش هذا عشرة بزيان أقدر أقسم على عشرة باي يستطع خلي أقسم على عشرة باي شو رح يقع عندي في الطرف الأيسر واحد عشرة رح يبقى رح يصير واحد وعشرين يساوي شنو رح يساوي واحد على ثلاث ار تربيع شلون أخلص من الثلاث ضربة في ثلاثة على واحد ضربة في ثلاثة يعني رح يصير عندي يؤدي إلى ار تربيع تساوي ار تربيع اذا رح يصير عندي ثلاثة وستين هذا لحد الآن التعويض ومن ثم التبسيط يعني شو رح يصير بجدر الطرفين بجدر الطرفين يعني معناها الار يساوي جدر ثلاثة وستين ومن ثم التقريب هسه رح أبدي بالسؤال يعني شو رح يقولينا ار المن ار للأكس تساوي جدر اكس جيد جدا اذا ار للأكس تساوي جدر اكس اذا سوينا ثلاثة قبزات ورح ننتقل إلى منتظر نزار سمينا الدالة هسه ورح هش رح يصير منتظر نعم سيد نكتب الاي اللي هو البي والأكس من هو الاي الاي هو أبعا ستين اكيد يا عدد قريب من ثلاثة وستين إلى جدر تربيع هربحه ستين البي من هو ثلاثة وستين البي هو ثلاثة وستين الأكس من هو بي ناقص اي سوينا سالب واحد اذا بي ناقص اي ويساوي سالب واحد زين بعد اش رح اقول اذا نقول آ للأي يساوينا جدر لأبعا ستين اذا آر للأي رح يساوي جدر أربعة وستين ويساوي ثمانية اذا جدر أربعة وستين ويساوي ثمانية مهيمن شو رح يسوي هسا شو تقول مهيمن موجود مهيمن احسيان معتاز نعم استاذ هسا نشتق نعم هسا اشتق شن المشتق اربعة للأكس استاذ هو نصف في هو جدر أكس يعني واحد واحد على اثنين جدر أكس اثنين ازين اذا نشتق بالنسبة للأي ازين ار فتح للأي اش رح يصير عندي سات هو هم عتي النصف في الجدر طيل الاربعة وستين يعني جدر الاربعة وستين اش قد جدر الاربعة وستين اه استاذ ادي هو ثمانية ثمانية يعني معناها رح يصير واحد على ستة عشر هذا الواحد على ستة عشر من اريد اقسمه رح يطلع الاثنين وستين بالمئة رح شوي السهل وياكم اذا اقسمه قسمه ضويله رح يطلع الاثنين وستين بالمئة حسن عبد السلام شلون القانون النهائي استاذ ار نعم لأي زائد اتش اذا ار للاي زائد اتش صورة تقريبية يساوي تقريبا نعم ار اي زائد نعم اتش ار للفتحة للاي ار فتحة للاي زين عوض لي شو رح يصير الى ار اي زائد اتش وثلاثة وستين اذا ار لثلاثة وستين بصورة تقريبية يساوي تقريبا الار للاي ار اي هو ثمانية هو ثمانية زين الاتش هو سالب اذا رح يصير عندي ناقص شنو ناقص اللي هو سفر بوين سفر ستة ثمانية ناقص اثنين وستين بالالف يعني ما ريد اطرح عمودي اري طرح فوق شلون هنا او واحد مراتب الاصفار كلها تسعة بس اول صفر اللي هو عشرة فعشرة ناقص اثنين رح يصير ثمانية تسعة ناقص ستة ستة سيصير ثلاث وتسعة ناقص صفر تسعة وهنا سيبقى عندي سبعة اذا اذا علم من القانون طرفه الايمن فان القانون يمثل الخطوة الاولى في الحل اذا علم من القانون طرفه الايسر وقد يضاف له اجزاء من الطرف الايمن فنحتاج الى التعويض والتبسيط ثم التقريب شنو عدكم سؤال على هذا لحد الان علي الاكبر تفضل استاذ ممكن عادة سريع للسؤال هنا قل لي مقروض دائري قائم حجمه من قل لي حجمه يعني معناها وصلتني رسالة مستعجلة تقول لي اكتب قانون الحجم كتبت القانون انا عشان دي الملاحظة تقول لي باوع المعلومات اللي عندك شنو اذا المعلوم بس الطرف الايمن فرأسا هذا قانون الحجم هو الخطوة الاولى ابن الحل ورأسا ابدي لي اي تساوي اما اذا كان معلوم الطرف الايسر واحدة او معلوم الطرف الايسر وياه شغلات من الطرف الايمن فلازم ثلاثة اول اذا اعوض بالعندي وبعدين ابسط وراها ابدي اقرب هس شناط هنا الحجم معلوم والارتفاع معلوم اوضت كل شيء مكان قسمت على عشرة باي طلعت لي هذه ضربت المعادلة كلها فيه ثلاثة طلعت لي هذه ثلاثة فيه واحد وعشرين وثلاثة وستين زين انا اريد الار تربيع اريد الار واحد فقلت بجذر الطرفين صارت عندي الار تساوي جذر ثلاثة وستين هس سأبدأ التقريب كأن السؤال ما لديك المحاضرة اقول لك جذر ثلاثة وستين بصورة تقريبية شلون اول شي سمي الدالة راح تقول لي ار للا اكس تساوي جذر ونفس الخطوات اللي اخذناها في الدرس الماضي ترى الدرس الماضي في هذا الدرس كلها نفس خطوات الحل الاربعة ما كو عندك شي محدد مفاهمة اه ازيان ابراهيم استاذ هنا لازم لازم بالضبط نقسم على عشرة واي يعني اكو غير طريقة انت هنا يقبل القسمة اذا ما تريد تقسم انا عندي ملاحظة تقول عند المساواة يمكن اختصار بسط مع بسط ومقام مع مقام فرأسا تختصر البي بدون ان تقول اقسم اي رأسا تختصر البي وتختصر البي وي 21 وبعد يعني لا هذه تكتبها ولا هذه تكتبها اذا رأسا تكتب لي ار تربيع يساوي 63 صح هاي شكرا ازيان هس هذا السؤال انتهى السؤال التحدي اسطوانة اكتبوا ايا اسطوانة دائرية قائمة حجمها 18% باي سنتيمتر مكعب وارتفاعها يساوي ثلاثة امثال طول نصف قطر قاعدتها جد باستخدام مبرهنة القيمة المتوسطة طبعا حتى اكون دقيق هو ما يقول لك مبرهنة يقول لك نتيجة مبرهنة لان بها تقريبا جد باستخدام نتيجة مبرهنة القيمة المتوسطة طول نصف قطر قاعدتها بصورة تقريبية يعني شوف الدقة اللفظية في السؤال مهمة جدا يعني هسه هذا الحجي السؤال اللي موجود قدامك ينحل كلge طبيعي والطالب ياخذ علي درجة كاملة لكن ابو العربي يطيع علي 9 من 10 ابو الرياضيات يطيع علي 10 من 10 ولكن ابو العربي يطيع علي 9 من 10 ليش او有 احتمال يطيني 8 من عشر ايقول لي اول شي انت ماذا تستخدم مبرهنة القيمة المتوسطة مبرهنة القيمة المتوسطة إذن هذا أخذ من عندي درجة وبعدين يقول لي أنت تقول طول نصف قطرها الأسطوانة ما بها نصف قطر يقول لي قاعدة الأسطوانة بها نصف قطر الأسطوانة بحد ذاته ما بها نصف قطر فالمفروض شو تقول المفروض تقول نصف قطر قاعدتها بصورة تقريبية لكن بالرياضية تخاف يجيك بالوزارة نصف قطرها مشي أنت هذا أبو العربي نقص درجة لكن أبو الرياضيات أنت يطيق درجة كاملة ماكو مشكلة يقول لك باستخدام مبارهنة القيمة المتوسطة باستخدام نتيجة مبارهنة القيمة المتوسطة إذن هذا نفس الشي يعني حتى بالكردي يقولون يكي حساب فماكو مشكلة كلها رح تنحل بنفس الأسلوب ولكن نحنش نقول أكو سؤال دقيق لغويا أكو سؤال تنقص الدقة لغوية ولكن رياضيا يمشي الزين هسه معناه هذا يقول لي اكتب قانون حجم الأسطوانة اكتب قانون حجم الأسطوانة شنو حجم الأسطوانة يا زين العابدين غيار شنو حجم الأسطوانة شنو حجم الأسطوانة يا حسن عبد السلام استاذ مساحة القاعدة في الارتفاع يعني معناها رح أقول الفي يساوي مساحة الدائرة هي باي آر تاربيع مساحة القاعدة في الارتفاع اللي هو اتش زين شنو معلومات اللي ناطينيها بالسؤال قال لي استاذ الاتش يساوي ثلاثة ار زين داي يقول لي الاتش يساوي ثلاثة ار هذه معلومة ودي يقول لي الفي يساوي ثمنتعش بالمية باي ودي يقول لي جد طول نصف قطر قاعدتها بصورة تقريبية يعني هسا هذه السالوفة كلها اذ ذكرني بسؤال موجود بالمعدلات الزمنية ابو التشابه إذا تذكروا يعني هنا من يريد مني ار يعني وصلتني رسالة مستعجلة تقدر تقرأ الرسالة هسا هنا شوف موبايلك حسن وصلتك رسالة ش تقول لك استاذ سويها بدلالة الاشغة لا مهودة يريد ار اي يعني سويها اتش وتساوي ثلاثة ار اي انا مستحة اتش وتساوي ثلاثة ار يعني من نعوضها بالقانون القانون ش سويه بدلالة اشغل دلالة ار لا بدلالة الار بالضبط يعني القانون اسويه بدلالة ار في حين اكو سؤال نعم اكو سؤال بالواجبات رح اطيكم اياها اليوم اقول لك جد اتش يعني معناه اجعل قانونك بدلالة اتش او نعطيك اتش معلوم بالسؤال اذا اش رح اسويه السه رح اعوضه يعني كان البي سببوينتعش بالمية باي يعني عوضت بالطرف الايسر ما طول عوضت بالطرف الايسر يعني ثلاث قبزات زين الباي ار تربيع هذه رح تنزل ومكان الاتش رح اعوض ثلاثة ار رح اعوض ثلاثة ار زين الباوية الباي بله هذه باي هذه اختصرناها راحت من نقسم ثمنتعش بالمية على ثلاثة شي يصير استاذ صفر بوينت صفر ستة اذا معناها رح اصير ستة بالمية اذا معناها رح يصير عندي ار تربيع في ار هذا رح يصير عندي ار تكعيب تساوي ستة بالمية يعني معناها الار ش رح تساوي الجذر التكعيبي للصفر بوينت صفر ستة اذا رح يصير الجذر التكعيبي للستة بالمية منا رح اطيكم مجال اربع دقائق فقط بس اربع دقائق ورح ادزلكم الرابط مرة ثانية واريد رح انادي على طالب منعدكم يردلي الحل كامل وياريت لو دزولي الحل على الخاص اذا ش رح يسموها للدالة وشنو الجن اللي موجود هسا هنا هذا اكيد جن يعرف شنو قيمة اي اللي رح تختاروها شلون تكملوا لي حل هذا السؤال اذا اربع دقائق رح اطيك وادزلكم الرابط مرة ثانية وادزولي انتو الحل على الخاص السلام عليكم اذا نجز الثالث والقصير والاخير من محاضرتنا لهذا اليوم قبل ما ان اعرض احد الحلول اللي وصلتني اذا خالد وليد شنو سؤالك خالد موصول اردو حيث اجه انا حيث دزل حل نعم هنا شقدت الاي خالد استاذ الاي خالدت 0.064 اربع وستين ليش مدريك اشلون عرفت الاربع وستين اكوفت ملاحظة السندت عليها استاذ قبل حارث يمكن سأل لك ليش اخذت 0.01 او انا اذكرت اعني هي 0.6 اقرب شي الان جذر تربية 0.64 نعم هو 6% احنا ماخذين ملاحظة ذاك الدرس قلنا لا يمكن ايجاد القيمة التقريبية لجذور الكسور العشرية المحصورة بين الصفر والواحد والبعيد عن الواحد الا اذا كانت عدد المراتب على يمين الفارزة تساوي او من مضاعفات دليل الجذر لذلك انت لهالسبب ضفت صفر لان هنا دليل الجذر تكعيبي فصارت 3 ب3 اذا اعرض عليكم احد الحلول الوصلتني بان هنا رح يكون بالصورة التالية بان ضاف صفر ما طول الجذر تكعيبي وهنا عندي مرتبتي هذا لو كان مثلا 0.96 رأسنا قرب للواحد وانتهت المسألة لكن هنا الجذور جذور الكسور العشرية المحصورة بين الصفر والواحد والبعيد عن الواحد اذا لازم تكون عدد المراتب على يمين الفارزة تساوي او من مضاعفات دليل الجذر سماها هنا ار لل اكس تساوي الجذر التكعيبي لل اكس اللي هو اكس واحد على ثلاثة ما اعرف امكان هذه الفتحة هي زايدة هنا يعني ار فقط ار لل اكس تساوي ال اي رح يصير اربعة وستين بالالف البي هو ستين بالالف الاتش رح يصير سالب اربعة بالالف طبعا هنا انا اصحك بان هنا الاتش تقول لي بالامتحان رح تقول لي بي ناقص وستين بالالف اللي هو اربعة بالعشرة أر فتح للأكس اشتقيت وبعدها نبصد عرف حل الاي صار عندي هنا الجذر التكعيبي لل اربعة وستين بالالف تربيع الجذر التكعيبي للritt اربع ستين تربيع ست ej بالمية في ثلاث ثمانية وأربعين بالمية شلون اقسم واحد على ثمانية واربعين بالمئة سهنا نلغي الفارزة وضيف صفرين لي فوق يعني رح يصير عندي مية على ثمانية واربعين رح يصير مية على ثمانية واربعين من أريد أقسمها المية على ثمانية واربعين رح تطلع اثنين بوينت صفر ثمانية في هالصورة هذه أريد أبقيها هي شي صح أريد أقربها أقول هذا الثمانية ما طول أكبر من خمسة ألغيها وللي بصفة أضيف لواحد يعني رح يصير اثنين بوينت واحد مثل ما مسوي زميلكم واللي يريد يكتبها بس اثنين هم صح عطي درجة كاملة ليش لأن الـ H هو بالأصل في تثمرات إذن R للـ A زائد H يساوي تقريبا R للـ A زائد H R فتح للـ A وصار عندي R للستة بالمئة أو ستين بالألف بكيفكم يساوي تقريبا أربعة بالعشرة ناقص اثنين بوينت واحد في أربعة بالألف سالب أربعة بالألف موجب في سالب رح أصير سالب إذن هذه إشارة سالبة مضبوطة واحد وعشرين في أربعة هو أربعة وثمانين أربع مراتب رح أصير على يمين الفارزة أربعة وثمانين بالألف وبعدين أطرحهم طرح اعتيادي منو عندفد ملاحظة على هذا الحل نعم أحمد قاسم أستاذ أنا حليت نفس الناتج طرحة بس مش بالموقع مستاذ شلون طلعنا هاي القيمة مالدة 0.06 شلون طلعنا شلون طلع ستة بالمئة ناتج شلون قربنا للأربعة وثمانين شلون طلعنا لا لا يعني 0.18 باي يساوي ثلاثة باي أي قارتك أي نعم استاذر على ما مبسطنا القانون شلون مبسطنا مفتهم 18 انت هنا تريد تقسم 18 بالمئة اذا هنا تريد تقسم 18 بالمئة على ثلاثة تلغي الفارزة ضيف صفرين يعني هذا شلون رح يصير عندك رح يصير هنا 18 على ثلاثة مئة لحد الان اوكي استاذ اوكي ازين تريد تقسم هنا 18 على ثلاثة مئة قسمة طويلة يعني رح يصير 18 على ثلاثة مئة ما بيها صفر صفر هما بيها صفر صفر هسه 1800 على ثلاثة مئة بيها ستة صار عندي ارتك عيب يساوي صار عندي ارتك عيب تساوي ستة بالمئة هذا طريق الطريق الثاني نستخدم اسلوب ابو الفيزياء من يعلمكم يقول لك هنا من تريد تقسم هنا 18 بالمئة 18 بالمئة على ثلاثة هذا الـ 18 بالمئة شرح تعتبره تعتبره 18 في 10 أسالة بثنين على ثلاثة 18 على ثلاثة بيها ستة يعني معناها الـ 6 في 10 و السالة ب2 شنو معناها 10 و السالة ب2 يعني معناها мі abide فكيفك تستخدم طريقة فيزيائية هي طبعا هي اثنين طريقة رياضياتية يحتاج طريقة الرياضيات لكن اهل الفيزياء يستخدمون الطريقة الثانية ماذا يستخدمون الطريقة الاولى فكيفك اي طريقة عجبك المهم طلع الجواب 6% نعم من بعض عنده سؤال برغام استاذنا منفضنا الجواب الواحد سنتيمتر اكيد اكيد كل ذني الاسئلة اللي يقول لك جد نصف القطور جد الارتفاع جد الحجم لازم الوحدة تكتبها اذا هنا لازم تكتب لي وحدة سنتيمتر وحتى بالسؤال القبلة ايضا لازم تكتب لي وحدة سنتيمتر نعم خالد استاذ بدال منضيف صفر صفر بوينت صفر ستة نعم انقدر يعني مصر صفر بوينت صفر ستين نقدر نقول الان اعتبره صفر بوينت صفر ثمانية وهمية بيه جذر لا 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 ثمانية بالمية شنو جذرها التكعيبي اذا تقول لي ثنيين بالعشرة فمن تجي تضربها ثنيين بالعشرة في ثنيين بالعشرة في ثنيين بالعشرة يصير ثمانية بالالف ما يصير ثمانية بالمية لا لا يصير لذلك اقول لك لازم تجعل عدد المراتب على يمين الفارزة تساوي او من مضاعفات دليل الجذر على مود تقدر تحسب الجذر بدون اخطائها هسه آخر مثال رح ناخذه بهذه المحاضرة نعم حارس شنو سؤالك السؤال السابق اي هذا موجود فضل السؤال يش السؤال طلع بالموجب هنا ياهو الأكبر الأربعة بالعشرة لو أربعة وثمانين بالعشرة آلاف بالعشرة آلاف أربعة بالعشرة أكبر هنا طرحت طرحت أربعة بالعشرة شوف هنا طرحت أربعة بالعشرة ناقص أربعة وثمانين بالعشرة آلاف صفر 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 هذا صار عندي ثلاثة هذا صار تسعة تسعة عشرة فيهو الأكبر الأربعة بالعشرة أكبر فطرحنا طلعت جواب ستة واحد تسعة اتلاع اذا هس ملاحظة ومثال وننهي محاضرتنا تفضل اكتب لهذه الملاحظة اذا طلب اذا طلب ايجاد كمية القشرة الخارجية غلاف خارجي لأي شكل هندسي فان المطلوب فيه هو مقدار التغير التقريبي لقانون الشكل الكبير الشكل الاصلي علما ان السمك سيضاف من الطرفين اذا كان الشكل مربع او مكعب يعني قانون الشكل الهندسي يتعامل مع كل الظلع وسيضاف و سيضاف من طرف واحد اذا كان الشكل دائرة او كرة يعني قانون قانون الشكل الهندسي سيضاف بسمك بسمك مبارهنة القيمة المتوسطة القيمة تقريبية لكميه الجديد جد باستخدام نتيجه مبارهنه القيمة المتوسطة القيمة تقريبية لكميه الجديد شنو معنى هذا السؤال. لوردة أرسم المكعب. راح انظرنا من منظار خارجي. و راح نخلي بداخل مكعب آخر. وهذا الشكل اعتقد ما رعليكم ايام زمان. واريد قلولي وين شايفين هذا الشكل. خلي اكمل رسمه. وقلولي وين شايفين هذا الشكل. بالحالة الاولى. راح اسوي بالصورة هذه. وبالحالة الثانية هذا راح اسوي بالصورة هذه. شو تقول احمد قاسم وين شايف هذا الرسم. اذا تتذكرون من عزمتكم على البيبسي السياحي. وقلنا هنا قطعة كاكاو. ومحاطة بطبقة من الجليد. وعزمتكم على بيبسي. خلينا الجليد. بالبيبسي وبرد البيبسي. وبقى بس الكاكاو اكلته واحدة. اذا نفس العملية فكرة مشابهة جدا. الازرق هذا منه هذا المكعب الداخلي. اللي هو قطعة الكاكاو طول ضلعة عشرة سنتيمتر. هذا طول ضلعة عشرة سنتيمتر. المسافة منا الى هنا هذا هو عشرة سنتيمتر. محاط بطبقة من الجليد سمكها 15 بالمية سنتيمتر. يعني معناها هذه 15 بالمية وهذه ايضا 15 بالمية. اش جاي يريد مني بالسؤال ده يقول لي اريد منك كمية الجليد بصورة تقريبية. كمية الجليد يعني بس هذا الاطار. يقول اريد منك كمية الجليد بصورة تقريبية. الملاحظة تقول هذا السؤال يحل بطريقيا. الطريق الاول اللي هو حاليا اللغة من الكتاب. طريق الاول استخدم نفس اسلوب المعدلات الزمنية. احسب حجم المكعب الكبير وبعدين احسب حجم المكعب الصغير. واقول فرق الحجمين هو يمثل كمية الجليد او حجم الجليد. ولكن الملاحظة اللي اكتبناها قبل شوية. قلنا مني يجيني شكل هندسي ويريد مني بس الاطار الخارجي بس القشر. فاني اعتبر مقدار تغير تقريبي. يعني اتش في فتحة للأي. اذا اراد مني الحجم الكلي مال كل الشكل. انا استخدم القانون العام. لكن اذا اراد مني فقط الاطار. واكو سؤال احطيك يا اليوم بالواجبات. اقول لك كرة نصف قطرها ستة. طلية بطلاء سمكه واحد بالعشرة. جد كمية الطلاء. يعني اريد منك بس الصبغ الدائر مدائرها. انت راح تقول لي مقدار تغير تقريبي. اذا. عندي هذا المكعب الداخلي. صلد ومحاط بطبقة من الجليد. اريد منك فقط كمية الجليد. تقول لي هذا مقدار تغير تقريبي. اذا مثلا. هذا ويل ما السيارة. ويل ما السيارة دائري. خلي نسوي دائري. هذا ويل ما السيارة. واكو دائر ما دائرة هو التائر. التائر دائر ما دائرة. بهالصورة هذه. واجي اقول لك جد مساحة السطح الخارجي للتائر. يعني اريد منك. اريد منك فقط هذا. مساحة السطح الخارجي ما التائر. الويل ما اريده. اذا معناه هذا تسوي لي مقدار تغير تقريبي. يعني من اريد منك فقط القشر. هذا معناه مقدار تغير تقريبي. اذا هنا. الملاحظة. اش اكدنا السيارة. السمك اضيفة من جهتين. يعني اضربة فيه اثنين. اذا كان قانون الشكل الهندسي يتعامل مع كل الظلع. مكعب مربع. المكعب طول الظلع تكعيب. المربع طول الظلع تربيع. فالسمك اضيفه من جهتين. أما إذا كان السمك قانون الشكل الهندسي يتعامل مع نصف الظلع فالسمك يضاف من جهة واحدة الكرة أربعة باي على ثلاثة نصف القطر تكعيب الدائرة باي نصف القطر تربيع إذن السمك أضيفها من جهة واحدة لذلك أريد السوياية تكتبوا لي قانون حجم المكعب شنو قانون حجم المكعب رح أقول في يساوي أكس تكعيب ما طول معلوم الطرف الأيمان إذن هسا رح أقول في للأكس تساوي مرتضى عما طول ظلع المكعب الكبير طول ظلع المكعب الكبير يعني هذا عشرة هذا عشرة ومنها 15% ومنها 15% مش قصر عشرة بوينت ثلاثة 15% هو 30% معناها 3 بالعشرة زين هذا طول ظلع المكعب الكبير هو عشرة بوينت ثلاثة يعني هذا عشرة بوينت ثلاثة تكعيب كأنه دا أقول لك جد باستخدام نتيجة مبارهنة القيمة المتوسطة هذا سميتها للدالة زين الأي شقد رح أخذها يا عدد قريب من العشرة بوينت ثلاثة أقدر أكعيب سهولة عشرة عشرة الأي تساوي عشرة زين البي اشقد البي يصير عشرة بوينت ثلاثة هو أبو المشكلة عشرة بوينت ثلاثة الأتش رح يصير عندي رح يصير البي ناقص البي ايضا البي ناقص اي اللي هو بوينت ثلاثة البي للأي ما كدعيه كتبة ليش لأن الملاحظة تقول ما طول أريد القشر يعني أريد مقدار التغير التقريبي زين شنو الخطوة الوراها يا علي الأكبر نعم استاذ نشتقها بدلالة اكس ايضا معناها في فتحة للأكس تساوي شد المشتقة ثلاثة اكس تربيع ثلاثة اكس تربيع وبعدي نحولها بدلالة اي يعني نعم ثلاث ثلاثمية ثلاثمية ايضا اخر خطوة شو تقول منتظر نزار نعم استاذ نكتب قانون مقدار تغير التقيبي اللي هو HV فتحة للأي HV فتحة للأي يساوي ال H هو ثلاثة بالعشرة نعم والV فتحة للأي هو ثلاثمية شو رح يصير عندي تسعين إذن رح يصير عندي تسعين سنتيمتر مكعب إذن هذا رح اكتب مقابلة هو ديريد مني ديريد مني كمية الجليد إذن هذا رح اقول علي كمية الجليد انتهى حل هذا السؤال وانتهت معه المحاضرة والواجبات دا زيتكم إياها على قروب الدرس القادم إن شاء الله رح نختم موضوع التقريب واش عندك أسئلة ممكنة جوابك عليها نعم إبراهيم استاذ اثنانا عندما قلنا 10.3 قلنا 0.5 0.3 0.3 0.3 10.3 بالضبط بالضبط نعم شكرا نعم بعد من عنده سؤال نعم حارث استاذ شو نختار البي 10.3 شو نحسب نعم هو السأل إبراهيم قال لي هي 10.3 شو نحسبناها ذو لجمعتهم كلهم هذا جمعت 15% زاد 15% 30% يعني معناها 3 بال10 زاد 10 صار 10 و3 بال10 هذا لو قيل لك السمك 2 بال10 فرح تقول 2 بال10 و2 بال10 هو 4 بال10 وهنا 10 يعني شرح يصير عندي رح يصير 10 و4 بال10 واضح نعم ضرغام سادنا دائماً السمك ستضيفة على المكعب الكبير دائماً شغلي على المكعب الكبير يعني من أريد استخدم هذا الأسلوب مقدار تغير تقريبياً على المكعب الكبير نعم يعني الدنرة مو بضرورة مكعب يعني جزء مكعب جزء مربع إذا مكعب أو مربع السمك قد أطيك إذا مربع وإذا دائرة أو كرة السمك قد أطيك إياها تبقيها وحدهم لا استاذ أقصد يعني إذا دائماً استاذ السمك يكون بالمكعب الكبير مو بالصغير طبعاً طبعاً ما تمام نعم نعم حارق استاذ بالتقريب ما أشكال هندسية نرسم لو ما نطلوب لا سم إذا تقدر ترسم نرسم ولا هو ما مطلوب المطلوب هو الحل فقط نعم نعم بعد أكو سؤال طبعاً بالرسم يكون السؤال أكتر وضوح فإذا تعرف ترسم بعد يكون حل مرتبك إذا استاذ بس أرجع بس عن ملاحظة الأخيرة بس أتقل صورة الملاحظة سرح أنسخ يالله هذه الملاحظة تفضل أخذ لها صورة هذا شكراً لحضوركم وإلى لقاء آخر إن شاء الله تصبح هنا على أخير